الشكر بيكتر النعم ولئن شكرتم لأزيدانكم وبيخليها تدوم فانت كده لما تشكر تزيد عليك النعم وربنا يخلي الناس اللي بيوصل الله خيرك يكتروا في حياتك وعشان كده كمان جزء من المعاني الأربعة اللي بيظهر فيه ازاي الشكر ده بيعود على الشخص نفسه ان شكرك للناس بيدخلهم معك في الأجر وده أخذناه من موقف حصل بين مع المعاجرين والعنصار لما راح الصحابة الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا بيقول سيدنا أنس لما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة يعني ما خلوناش محتاجين حاجة واشركون في المهنة حتى لقد خفنا أن يزابوا بالأجر كله فقال إيه اللي حاصل ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم عاية الرؤية يأخذوا الأجر كله إلا إذا أنتوا إيه دعيتوا ليهم وإيه اللي حاصل وأثنيتم عليهم يعني امتنيتوا ليهم يا سلام الحديث حسن صحيح زي ما قال سيدنا الإمام الترميزي وفي الرؤية تانية أن حضرت النبي قال لهم أليس تسنون عليهم به وتدعون الله لهم قالوا بلى قال فذاك بذاك الحمد لله هم كده وكأنهم سموا نفسهم لأن كده كان عاية يضيع الأجر عليهم وتعالوا انتفئ ما دمنا خلاص أقرينا بإني اتفقنا إن الشكر شكر الناس والامتنان من أعظم قيم الإسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها فهللاقي ربنا سبحانه وتعالى بيلزمنا إن احنا نشكر أكرب الناس إلينا لهم الولدين بل عكس مش بس كده بل يقرن شكره بشكر الولدين ليه لأن ده من أهم الأشياء اللي بتوصلنا إلى شكر الله سبحانه وتعالى ولزيك يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياتي وهو يتكلم عن أنشكر لي ولوالديك إلي المصير يبقى هنا نعرف إن معنى الشكر ده مش مجرد بس حاجة بنؤدي فيها الحق للناس لا ده جسر ممدود كمان من الناس إلى الله سبحانه وتعالى وكأنك كلما شكرت إنسانا بالضبط عامل بالضبط الشكر ده عامل زي إيه زي حديث آخر إن الصدقة تقع في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير كذلك الشكر بيذهب إلى الله قبل أن يذهب إلى الناس وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويقول لنا إن مجرد التحدث بفضل الشخص والخير اللي بيعمله في ذاته بيكون شكر بيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من أولى معروفا فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره إذن يا سادة مهم أو إن إحنا نتكلم هنا عن أوجه عن أوجه كثيرة جدا 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 من عايش بمسألة الشكر وخلونا نوجه نصيحة لكل واحد بيعمل خير ومش بيلاقي شكر عايز أقول له لا تتوقف عن عمل خير لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شكر وعليم وشوف لما قرن ما بين العلم والشكر يعني الخير بتاعك عمره ما يضيع أبدا عند الله سبحانه وتعالى بالعكس ما تقلقش شكرك عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الناس اللي ما حدش بيشكرهم شكرهم عند الله سبحانه وتعالى ولذلك بعض الصالحين بيوسي تلاميذته لا تجعل شكر الناس وحده يدفعك للعطاء ولا كفرهم يمنعك من الخير والوفاء وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطمننا وما تفعله من خير يعلمه الله استمروا استمروا في مواصلة العطاء والخير واستمروا في الامتنان والشكر بالمناسبة هذا الامتنان هو أعظم ما نذوق بيه حلاوة منة الله على الإنسان لأن في الحقيقة كل ما تشكر الناس وكل ما تمتني ليهم تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بأنه جعلك إنسان حولك بشر كلهم هي أوعية من نعم ربنا سبحانه وتعالى وأوعية من أوعية مدد ربنا ليك وكلهم عبارة عن عطاء واسع من الله فكل ما تشكرهم تحس أن شكرك بيصعد إلى السماء بيصعد إلى مولاك يا سادة كونوا من الشاكرين لرب العالمين فاشكروا عياله على ما يقدمونه لكم من خير تجدون مزيدا من الخير لأنكم إذا شكرتم الناس كنتم داخلين في قوله تعالى ولئن شكرتم لا أزيدا لكم يا رب جعلنا دايما من الذين يقومون بفضيلة الامتنان وفضيلة الشكر لكل إنسان عشان نكون ممن يذوقون حلاوة الإيمان شكرا